اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني لا حدود لا أفق لا شيء أمامها إلا الفضل الواسع والسماء الواسعة هذه اللغة العالمية الوحيدة يلي ما عندها حدود ومش بحاجة للكلفة ومش بحاجة أبدا للتصنع ودغري بتفوت للقلب اللغة الوحيدة يلي ناطقة باسم البشرية كلها يعني صراحة لما سمعت أنا الاسم استغربت ولما شفت التقارير كلها وفتت على الفيسبوك وعلى الجوجل كل الموسوعات عرفت تقريبا فكرة بسيطة عن دماش ولكن هذا الجو الولعان مين قدر اليوم أن يخبرنا عن دماش وهذه الظاهرة الكونية يلي حسب ما سمتها ضيفتنا اليوم هي اللي هي رح تخبرنا أكتر وتعطينا تفاصيل أكتر دكتورة حمدى فرحات معي اليوم بها الحلقة ضيفتنا استاذي بعلم النفس العيادة والمرضة بالجامعة اللبنانية ومؤسسة العلاج بالموسيقى باللبنان ومعالجة نفسية أهلا وسهلا فيك دكتورة أهلا وسهلا فيك دكتورة بداية سمعنا هكي دماش دماش قلنا كم يوم وعم نحكي دماش ما أنا بدي أسألك أول شيء من هو دماش هيتلا تشوف يعني أنا سميته لدماش زاهرة كونية زاهرة كونية بعد بحث سنة نعم بعد بحث سنة نعم بشكل مكسف يعني بس أكيد أنا كنت حطة الفرضية قبله ومقتنع به الفكرة طيب خلينا بس نقول البلد اللي جاي منه دماش بس أنا الاسم ما رح أعرف أقوله كله أنا بقول لك اسمه بس أنا بدي دمج أطلع هيك على المكر أطلع هيك 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 عد لأنه حمر أطلع هيك HE في 2001 كونك درسي وضليع بهذا الموضوع لان انا درسي موسيقى لان انا بعتبر حالي انو معلجي بالموسيقى انو بفهم هيد المادة الموسيقية وبتفاصيله وبهتم يعني كرميلة اشتغل فيها مش بس انو انا بحب الموسيقى كمان بستعملها يعني اكيد بدقارف تفاصيله اول شي بيميز له صوته هو خليني قبل ما احكي عن صوته اذا بيقدر حليمي سمعنا شي من اه بليز اس او اس اذا فيك حاطط لنا شي هلا مرسي هادي اول غني اسمع انت بصوته خلي اسمع انت بصوته اوكي واطي سوبرانو فوق السوبرانو اوكي تكنيك تاني ما بتحس انه نقل من تكنيك لتكنيك ما بحاسسك بدي بداية سلم على كل يلي عم يشوفونا على الفيسبوك وعلى كل يلي عم بيتابعوا هلأ وين ما كنتوا بكل أنحق العالم مساء الخير صباح الخير لابتكن يا دكتورة رح نسمع كمان دكتورة بتحييكم رح نسمع بعد كم شغلة بسيئة الحلقة هلأ أخذتوا فكرة بعد قد هلأ مطلع أي شخص بيسمع بيقلك هلأ اتنين أو ثلاثة عم بيغنوا مينموم ثلاثة أشخاص بيغنوا هادي بس مش بكل التكنيك اللي عم بيقولها هوها يعني كمان في صعوبة جدا هادي الزاهرة هادا الصوت هلأد صعب هلأد مخيف فنيا هادا الصوت هلأد لها الدرجة يعني أكتر كمان طب هادا الصوت قديا اليوم دكتورة كونك ضليعة وخبيرة بالموسيقى وعم بتعيل جي هادا الصوت بيساعد بالعلاج أكيدا لأنه بيعطيك كل كل التعابير نعم كل العمق كل الشفافية صدق هلأ بنحكي عنه نهودي عن ليش هو يعني أوكي وكيف علقته مع المستمع أوكي يعطيك كل الأحاسيس بدون ما تحس متل ما قلتلك يعني بينقل من تكنيك للتاني بيستعمل التقنيات البروفيسيونال هو فيها بس ما بيحسس المستمع بمجهود ما بيعمل له مجهود در بيفوت على دماغه أوكي فعلا ما بتحسي أنه أفز من طبعة لطبعة جيب حيالة مطربة بروفيسيونال بالعالم أكبر واحد إذا بينقل من تكنيك للتاني بيبين مطرح ما نقل هو بيعمل مئة تكنيك بقلب يعني بما معناه بقلب الغنية لوحدة بينقل من الأوبرا للبوب عدة روك اللي بدك إياه بدون ما أنت تحس اليوم دكتورة بعرف أنه حضرتك عاملة كتير مجموعات وصفحات لدماش أنا مجموعة واحدة مجموعة واحدة اللبنانية عم شوف كتير مجموعات عم تتفاعل معك على السوشيال ميديا كل مجموعات العالم بشكرون أنا دفعت حق هذه المجموعة كيف دفعت حق تسكر صفحتك ما هيك حلا ما بعرف إذا بسبب سكرت صفحت الأساسية هلأ في ناس بيغاروا منه لديماش في عنده أعداء بالموسيقى كل شخص بالمجل العالم أكيد يعني كيف إذا كان هو أكيد يعني لأنه بسم الله يعني من سنة 2017 نعرف بروسية اشترك ب عفوا بعتذر بالصين اشترك بهذا البرنامج ونعرف من وقتا نعرف تعرفين الصين نص العالم وأكدر نعم وأخذت شهرة كتير كبيرة ومن وقتا فابلش يعني عمل كتير نجاحة فصار فيه يعني وغيري وات إذا بدي أسألك على هيدا الجروب يلي عملتي بس قبل ما أفوط بالجسم والكاريزما والرياضة والرياضة على المسرح وهالحركات والليونة بالجسم هالصفحة اللي عملتها اليوم قد يفي تفاعل قد يفي أخذ وعطة وتواصل كتير في تفاعل وتفاعل نوعي مش بس كمية نوعي أنا بحب هذا من كل الفئات ولا في فئات محددة بتفهم كتير لاحظت فيه ناس موسيقين وفيه ناس مش موسيقين يعني فيه من كل الفئات يعني هون نجح دماش انه عم بشد الكل يعني حتى اللي ما ما خصن بالموسيق ما بيحبوا الموسيقى يعني فيه ناس ما بيحبوا الموسيقى هذا بده بده علاج نفسي بيحضوا ما بيحبوا الموسيقى عندي بتير ما بيحبوا الموسيقى فيه ناس عنده مشكلة صراحة ما بيحب الموسيقى بالمطلق يعني أوكي فيه أزوائق بالموسيقى لا ما بتحب الموسيقى هي أنسة هي مشكلة بالدماغ بالدماغ مشكلة هلا بعد شوية بس نخفف الـ AC شوي منخفف الـ AC تسمعنا حالياً من نشي قبل أن نفيدها موسيقى موسيقى إذاً موسيقى إذاً نتابع معكم في هذه الأجواء الموسيقى وهداوة البال خائق لو داني كلها موسيقى هاكي شو كان عبالنا؟ وكل هيدا الحلم هيدا حلم ما هيك؟ أكيد، هو اللي يظهرنا من هذا الواقع الصعب يعني لها الدرجة طب دي أسألك قبل ما فوت بتفاصيل دماشي أكثر وأكثر اليوم في شي حالات عالجة عندك أكيد بدون ذكر أسماء بموسيقى دماشي بصوت دماشي أكيد وأنا قلت هذا الشيء لمست نتيجة يعني؟ طبعا كانت حالات صعبة؟ أه، هلأ هو في خاصية بصوته بالعلاج الموسيقى هلأ أنا عادةً بستعمل في نسعة فكرة معالجين الموسيقين عم يسمعوني بدي أقولون هادي التفاصيل تفضلي أنا يعني عادةً بالموسيقى نحنا بنستعمل الميتود بيقولولها بنعمل ترواة بياس نعمل ثلاث مقطوعات بنفس الجلسة للشخص هادي كعلاج ايه للشخص وبيسمع واحدة برجع بيحكي عنه وكذا بنرجع بنقول الثانية للثالثة لأن كل مقطوعات إلى طبيعة مختلفة بتحطوا بيمود مختلفة وبتطلع أشياء مختلفة نحنا بدنا إياها طبعاً ما فينا إحكي التفاصيل هوني أكيد أكيد نحنا بالشكل عام التكنيك ما فينا إحكي نعم هو فيك تشتغل أنت معه عمل واحد للشخص وبيمرقوا بكل هول حالات يعني بما معنى أنه عم بيخدمكن كتير فيها دمارس كتير مش شوية شوفوا شو ما كتعطوك لأنه بيشتغل تعبير مختلفة هيدا الخصوصية لعنده بيشتغل تعبير مختلفة بنفس العمل بيخلي الواحد يعيش كتير كتير اشياء بالعمق عرفت بيفوتك على كتير اشياء يعني على على اشياء حساسة بالماضي وعلى الانفتاحة طبعاً بيع تطاقة كمان استعملت شيء أغنية التيتانيك اللي غنيها بصوته بشي جالسة عليك؟ لا لا هي مش لقلو مش لقلو بس مغنية هو بشكل لافت بشكل لافت بشكل لافت اذا بدك تسأل عن هذا الموضوع يعني اكيد اكيد تم اذا بدك يروح على دماش يلي عن مسرح دماش هيدا الشخص صاحب الحضور والكاريزما والجسم صحيح والجمال اذا فينا نقول كشكل اجمل من اجمل الاشخاص بالعالم نعم يعني هلأ بدي احكي عنه كجسم كرشاقة على المسرح اليوم دماش يعني سبحان الله فيه صوت وفيه رياضة وفيه جسم سبحان الله وفيه جمال وفيه كامل مكمل بتاع كله يعني فيه على المسرح بس خبريني اول شي الكاريزما على المسرح الكاريزما دماش على المسرح هادي كيف من وين هو هالقد يعني هلا هي شغل ربنا الكاريزما بس اداها عم بتساعد كمان الكاريزما اكيدة هلأ هو عنده موهبة اعرف كيف الله خلقه اعطاه موهبة ما بتحسيه ابدا عم بيمثل يعني عم بيطلع طبيعي على الاخر ما انه نرجاسي بدي قلك انه بالبسيكولوجية بيعلم نافس الفنانين بيبقى عنده نرجاسية اوقاتين اغلب الفنانين مش كلهم يعني مبنان وظلمهم نعم في ناس بيستهدوا هو ما بيجي بيستعرض حاله هو بيجي بكل صدق وبينسى حاله وبيقضي على المسرح وهذا الشي اللي بيخلينا استحبوه نعم طب شفت على سيرة نرجى نرجى سمع على الخمسة خليك على السمع كل جمعة بين الخمسة والستة معي انا اليف رايحة على الباكس 103.1 نتابع معكم سمع الخمسة حليم على الاخراج والي ورا الميكرو ضيفتنا دكتورة حمدى فرحات موضوعنا ديماش كوداي برغن لا ما راح احفظها ما راح احفظها بحياتها دي بدي سلم على كل اللي عم يسمعونا على الافام 103.1 ايضا كل اللي عم يشوفونا ويسمعونا على اللايف فيسبوك على راديو باكس 103.1 باجواء الموسيقى باجواء الفرح والحب وكل شي حتى ننسى كل شي برا قلت لي تحت الهوى بعد بديك تحكي عالصوت اكتر لديماش وتحديدا التكنيات اي سي وطي على الاف ده مشكلة هنوطي على الاخر ونطيني على الاخر للاي سي لا مش الحال مش الحال صوت ديماش هالصوت الفريد يلي بعدها حنسمع اكيد مواطع اي بدي اشرح انا عن الصوت كيف يكون الصوت البشري الهوائل مرسي عادة البشر يعني من مكان يكون اكبر مطرب كذا اكبر مغنى نعم كل واحد عنده تامر عنده خامة صوت وعنده مجال صوت هوية صوتية خاصة في لقله حلو كل حدا هلت كيف والمغنين مثلا عادة بيكون صوته مثلا الزلمة رجال العالي منقول له تانور برجع البريطون برجع الباس الواطي هل تعرفين ان تحكي ما هي طبيعة الصوت؟ اوقات مش دائما لا اوقات فيه ناس مثلا مثل فيروز مثلا من المرأة مثلا فيروز هي عم تحكي صوته عريض بس هي عم تحكي صوته ناعم ورفيه اغاني من شوف صوته عريض يعني واحدة من هاودي نعم فما في حدا هوية صوته ممكن يكون هو مثلا بيقول كل الأصوات البشرية مستحيل هيدا هيدا شيء مستحيل هو ذا أولى هو كل شيء من صوته مش استعارة فيه شيء بالموسيقى منقول له نحنا تصوير بالموسيقى مثلا تنقول بنت صوت آلتو بتصوير ميزو سوبرانو نعم تستحيرن هاودي طبقات العاليين حدا ميزو سوبرانو بيصور السوبرانو حدا صوته مثلا باريتون بيصور التنور بيصوره تصوير مش صوته بيكون هاو الغريب والعجيب فيه انه كل هاودي هني من صوته طبيعي صوته الطبيعي يعني بتسمع متل ما انت قلت بيسمع الواحد بيقول كم شخص عم يغني ايه بيفكرت لك اوار مع شخص مش بتقول واحد عم بيعمل تصوير للسوبرانو لا وبيقول الرجالة والنسوانة يعني الصوت الرجالة والصوت النساء كل الرجالة هون واللي هون فيه حدا يعني عم بيدرس صوته هلا فيه ناس عم تدرس هذا الصوت كل المسئيين منروح نشوف الرياكشنز نحنا منفوت على اليوتيوب بس ينزل الغنية اللي فات الرياكشنز عليها الغنية وهذا بحيطة ما صارت ما حدا يعني ما فيه ولا مغني عالمي هيك ولا فيه حدا هيك على قد يندرس صوته كيف قال هون كيف قال هون هون كيف نزل هون كيف طلع هون كيف غير التكنيك تامبر بتتغير كل شي بيتغير هارفت كيف هذا شي مش طبيعي لانه الحبال الصوتية عند الانسان الا بس يكون الحبال الصوتية قصيرة مشتودة بيكون الصوت ايجي بيكون عالي احد مثل المرة سوبرانو او المرة يعني المرة صوته اعلى من صوت الزلم هارفت كيف يعني حدا عطاكي معلومات بهذا الخصوص اليوم الدكتورات وصلت مع حدا من خبر الموسيقى اكيد ما كنا بنحكي مع بعضنا نحنا اكيد نحنا بنعمل دراساته بنحكي مع بعضنا يعني عرفت كل حدا قلو طاقة قلو حبال صوتية معينة بتشده بترخي هالحبال الصوتية هايدي حسب هو كيف يعني مثلا منفهم مطرب بنقال انه بيقول قرار بيقول جواب هم عرفت كيف يعني بيقدر يقول جوابه دو مثلا قال الدو بيقول جوابه بيطلع الاكتاف الثاني فظيع هيدا بيكون كيف واحد بيطلع اكتر من ستة اكتاف عرفت علي اكتر من ستة اكتاف ما فينا نقولها يعني لانه هو هو نفسه بيقول انا مش عارف لوان بدي يعني قداش عندي كاباسيتة باع بدي بينا عرفت كيف هايدي من جهة من جهة التانية المعجزة التانية اللي عنده يا يعني فأصلا هايدي معجزة مش طبيعية عم تندرس يعني عم نحاول نفهمها طب كيف هالجسم هيدا كيف هال الصوت بيتأثر بالحبال الصوتي بتأثر بشكل الجسم بيتأثر بكل شي لايطلع الهوية الصوتية للانسان نعم ليغني هايدي الاول انشاءالي تاني موضوع هو كيف بينقل من تكنيك لتكنيك تانية بنفس الغنية مش انه بس كيف بيغني غنية تكنيك هاك وغنية تكنيك هاك متل بعض الناس لا يعني بيعرفوا لهم شي اتنان ثلاثة ماكسيموم نعم هو بقلب نفس الغنية بنفس العمل بينقل من تكنيك لتانية من تكنيك لتانية من تكنيك لتكنيك تانية ومتل ما قلتلك نحنا عم نسمع ومبسوطين وما بنحس كل الناس يعني ما بنحس انه نقل ما بيعزبنا صحيح سلسة على السمع سلسة جدا اذا الكمبيوتر حفظتوا هيك ما بيمشي هيك عم قولة وكل تكنيك بدقلك شغلة كل تكنيك ليعملها الانسان المغني يعني البروفيسيونال بادي يتدرب عليها عدة سنين هو عم بيتدربها عدة سنوات لا لا مش عم بيتدرب هو متدرب اوبرا متدرب بعمل بوبي ميوزيك عمل جاز شوي عمل فولكلور تابعه هاو دي اكيد يعملون بس انه بالكونسرفاتور هو متدرب بالمعهد العالي عنده بالموسيقى بالجامعة متدرب اوبرا قالوا له اشتغل اوبرا قالوا ما بدي انا بدي اعمل شي جديد خط خاص فيه برافو عليا برافو انه ملتزم انه خليك احسن اوبرادي بالعالم او شي برافو انا لانه عنده زكا عنده بعد عامل شي جديد هو لاين جديد بالموسيقى عامل فبدي اللك هاي الصعبي وين فالجسم بس نحنا هاي اللي بدي اقول للناس تفهم كل العالم انه شو يعني انغني بتقنيات مختلفة كل تقنية بدنا نتدرب عليها سنوات يعني عرفت كيف سنوات بدنا نتدرب عليها لانه جسمنا بدي يخد الشكل المناسب يعني بس الواحد يغني اوبرا جسمه اعظامه تجويف الجسم كله سوا اللي بيتخصه بالصوت من خدود من معدة من صدر كله هدا بيتكيف معهد التقنية اللي عم يتدرب عليها كيف هو مكيف وما بيقدر يعني تخيل مثلا ام كلثوم عم تغني ماريا كالاس بتتخيل هدا الشيء بتخيل ام كلثومك ما هي ام كلثوم تخيل نجوة كرم اوك تحياتي للجميع نجوة كرم عم تغني مثلا فيها تغني لفيروز بس بطريقتها هي بطريقتها هي بس مثلا حدا صباح عم تغني ماريا كالاس اعرفت كيف انو اصوات كونترالتو مثلا العريضة الجبلية عم تغني اوبترا سوبرانو مستحيل مستحيل هذا الشيء علميا مستحيل فازان كيف هو بيقدر يغني كل التكنيك اللي بالعالم بيغني غربي بيغني شرقي اللي بدك هي بيغني حتى ربع الصوت بيقولوا انا سمعتو عم يغني بيغنيت هلو ياريت بحط لنيها مطرب الشهير مستحيل اسمو هلو عايب علينا هلو سماع بس يطلع فيها بدي القدم شوي هلو بس خليني خليني قبل ما نتابع نسمعها خليني سلم عكلي اللي عم بشوفونا باللايف الثاني على الفيسبوك بارتوف ازان على الفيسبوك نحنا قبل ما افوت بالاعمال اللي بنزلها دماش واللي بدي شوف كيف رديت فعل الناس اذا منحاول منقدر نسمع شي بهذا الوقت لا دماش حليم ولا لا منقدر يلا هيتلا نشوف هادي ايام سينجر بعرف منا حافظت اياك بسطه كله اكيد اقل شي نحفظه اقل شي نحفظه الانسان اعطي كله حظي كله ستي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 مجتمع اشتركوا في القناة 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 مخريج مزبور دماغت حاليا دماغت حاليا بدا مخريج مجمو مكو اسمعهم اسمعهم سوفرانون 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 اسمعهم اسمع تكنيك بدائية داري سوفرانون دارشون اسمع هذه مهمة اكثر ويس اتماعهم افرش اتماعهم عندهم بعده عمي كف مخيف مخيف دقيقة بعض معي بس دقيقة دقيقتين روحي دقيقتين التحسين العلمي لديماش اتنين ماستروا هل عم بيكفة دكتوراه هو اصلا بيلعب سبور هو بطل تيكواندو عنده كتير مهارات مش هتصدقها بيقول لهو ما بيحب الرأس ايه صدق ناكا ديماش نا ما بيحب الرأس ايه وانا يا ديماش ايه خزي العين شفته انا بكليب بعطيلي هو على الواتس اوب بطريقة ما بتتصدق وكيد ما بتتصدق يعني انا لو ما بشوف هالاشيه ما بصدق اذا حالا بيخبرني هيك سبحان الله عن جاد سبحان الله طب كلمة اخيرة دكتوراه وعن ديماش وهكي كلمة لكل هالناس بكل الكرة الارضية اليوم العرب وغير العرب بكل الكرة الارضية انا بقتلي شفت اكتشفته على الفيسبوك لديماش قلتلي لامي شغلي الله يرحمها مرفت كيف قلتلي يا امي انا اليوم بلشت مرحلة جديدة بحياتي اوف هالقاد ايه هالقاد انا هالقاد مرفت كيف انه بفوت بالاشياء خلص مرفت كيف بعرف يعني ديماش بده يغير او غير بلش يغير كونسبت الغنية كونسبت الغناء معنا الغناء ومفهوم الغناء ما بعد ديماش غير ما قبل ديماش نحن بالعصر الدماشي هلا بلشنا فيه هالحقيقة العلمية عمل لك غير الكونسبت الغناء ما بقى فيه حدا يغني متل ما كنا نغني من قبل ونسمع من قبل بس تسمعه بتصير تحط احكام حتى اللي بده يغني ويدندن وكذا بس يسمعه بصير يعرف يغني بصير يعرف يستعمل صوته لهالدرجة متل ما قال ديماش انا الموسيقى عن جد اختصر كل شي فعلا هو الموسيقى هو الموسيقى وما يتبع الموسيقى كل شي متعلق بالموسيقى من رأس من تعابير اذا بتشوف التعابير الحالة اللي بيفوت فيها بيفوت بحالات بكل الحالات بكل بساطة هو انسان بيحب الناس ما انو نرجسي ابدا على المسرح ابدا يعني بيطلع على المسرح بينسحالوا على المسرح بقدم الفن وبقدم التعبير وبقدم زيته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا